نوف مثنين لجمعة مثبع لتسامة أصباح على إيفان أحلى غاديو إيفان أحلى غاديو ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة نصلوا بكم الحوار ونص وضيفي اليوم يشام سنوسي عضو الهيئة المستقلة الاتصال السمعي والبصري الهيكا صباح النور صباح الورد رمضانك مبروك بصالة كل عامة وبخير شكرا لك مرحبا بيك شكرا لك على تلبية الدعوة بحديث الساعة اللي صار البارح بعد منع أو عدم قبول نيابة المحامين المتوعين للدفاع على الهيكا فيما يعرف بالقضية اللي رفحها ضدهم صاحب إذاعة القرآن الكريم سعيد الجزيري وانت شخصيا هشام سنوسي تقول وكيل الجمهورية أعطى تعليمات شفاهية لمركز الحرس لمنع قبول إنابة محامين الهيكا خلينا نرجع للليصار البارح شنو صار بالضبط؟ اللي صار هو ساعة ما يعني شكوى غير جدي نهائيا يعني محاول تسرق ومحاول تغتيل وما إلى ذلك يعني شيء يثير ضحك حقيقة ما يساش لازم نلتزموا نحنا بالجراءات القانونية لازم نلتزموا بالقرارات القضائية انتقلنا غاديكا مشاهم معنا مجموعة كبيرة من محامين المتطوعين بخلاف محامي يعني الهيكا قداش من محامي هما؟ في أكثر من عشرة محامين مشاهم فالمهم وقت لاتخلنا غاديكا بش يعملوا إعلام نيابة فاتصل بهم سيدو كيل جامهورية بفرقة الأبحاث انو ما يقبلوش عليهم إعلامات النيابة إلا ما يجيبوا معهم المشتكة بهم المحامين يقول كنا مانيش بوليس انا وقت لجي بش نعلم نعمل إعلام نيابة يعني عادي فوزيد المشتكة بهم ما همش فرين ما همش في حال تفرار فصار لحقيقة إشكال وأعلن المحامين اعتصامهم في داخل مقر فرقة الأبحاث وتم الاتصال بهيئة الوطنية المحامين التونسيين اتصال بفرعة زادة نهابلة بدأوا في متى الناس بشي التحقوا بالمكان وفي نهاية المطاف ففهمتني مبعدين قبلوا انهم ياخذوا إعلامات النيابة متاع المحامين زادة ممانيها اللي عملو هل تم احترام الإجرائية معانتكمش معانيها في الإجرائية متاعكم في الوقت لي مشيتوا حجزتوا ولا شمعتوا المكان احترمتم الإجرائية الكلة طبعا والقوة العامة مشيتها معكم شوف ممشيتش هو القوة العامة يعني نحنا طلبنا القوة العامة ما عطاوناش القوة العامة عليش حاولتوا تفهم عليش هما يقول لك تنجم تنفذ وحدك وهذا قرار من وكيل جمهورية هاي جيتك فيما بعد تهمة سرقة معدات الإذاعة نحن طلبنا وهذا مكتوب مثلا الدعوة ذي يقولوا أنه نحن معلمناش صاحب القناة صاحب الإذاعة أور في الملف موجود الإعلام ورقة الإعلام نحاوها من الملف بينما عنا أحنا في النظير متاعنا موجودة ومصحينا عليها تقول نحاوها شكون يعني القضي مصلتلوش للوثيقة أنه أحنا أعلمنا صاحب الإذاعة ففريا ذعت بينما نحن عنا دي شارجة متاعنا أنه مستلموها الورقة يعني نشوف النقاش ما هو شكلي ما هو قانون وسيد وكيل جمهورية ربما فهمتني مشاه في اتجاههم بعد غير النقاش أبعد من هذا اليوم انتهى الأمر ثم يعني أحزاب تتحكم أحزاب بدل الدولة أصبحت الأحزاب هي مكان الدولة أجنداتها وقعدين يتصرفوا يعني اليوم أفراغ الهيئة قد الهيئة الأكثر دفاعا على صلاحياتها أفراغها من الصلاحيات متاعها بما أن هي بالنسبة لهم هما متعنتة وشادة صحيح في الحالة هذه نعرضوا لها بالقضاء نعرضوا لها بشكذا شكونا أحزاب هالي احنا تعودنا هشام سنونسي تسمي الأشياء بمساملتها الأحزاب اللي هي حركة النهضة واللي هي قلب تونس هذوم مدعومين من اتلاف الكرامة شفت المبادرة الشريعية اللي قدموها اليوم يقول قيل عليش مثلا سعيد الجزيري سعيد الجزيري ما هواش في اللعبة ولكن لأنهم يعرفوا تماما أنه إذا تم تركيز نوع من التقليد ومن الفقه وفي أنه تم التنفيذ على سعيد الجزيري أنه جايين بقيت التلفزيات هما أحرى بالتنفيذ من أكثر من سعيد الجزيري على أول القايمة نسمى بالضبط على أول القايمة نسمى وزيتونة زيدة كيف كيف هما المعنيين هما يصمون نسي بالضبط فيجيوا القرب وتأو سعيد الجزيري خليك العركة بينك ما عندهمش الحق في صوت إعلامي لا ما عندهمش الحق بالقانون ما عندهمش الحق لا ما عندهمش الحق يعملوا سائل إعلام ما عندهمش بالقانون ما عندهمش الحق لا يحق وهذا في العالم يعني دول قليلة جدا كي ما تعرف أنت الولايات المتحدة الأمريكية أو غيره تسمح بامتلاك الأحزاب وما يملكوش أصلا الأحزاب الأحزاب تعلن قنوات الولاي يعنيك صح هذا ممنوع في التجارب الأوروبية الرايدة مثلا نأخذوا سيدي بريطانيا نأخذوا فرنسا نأخذوا ألمانيا كل هذوما يمنعوا أنه أمتي لك الأحزاب لأحزاب الإعلام سامعي البصري يقول القائل هشام هسنوس يعضو الهيئة المستقلة للإتصال السامعي البصري المواعية هذه تقريبا أنا شخصيا وينما نستقبلك نحكيوا على نفس المواضيع شنو بش تتصرف الهيئة شنو بش تعمل الهيئة في ملفات القنوات غير قانونية في القنوات الإذاعية المصادرة أو هوجيين فيما بعد لزيدة الإشكال اللي صار في التاب وفي شمس أفهم ونعرف يظهوا اللي ثم نادوة صحفية اليوم بخصوص هذا كيفش بش تتصرفوا كيفش بش تتعاملوا كيفش تتعاملوا مع الملفات هذي اليوم اللي تحقوا مجموعة كبيرة يسر من المحامين بالهيئة الناس اقتنعت اليوم بأنه الهيئة معركة وأنهم لازموا يقفوا معها كانت أقلية بينتهم السيد اللي موجود بهذه فهمتك كانت أقلية قاعد تتكلم على الهيئة حتى داخل الصحفيين لحقيق ولازم الواحد يعني يقول لكلام هذي اليوم نحسوا بالعكس نحسوا الهيئة قوات بالمجتمع المدني بالمحامين اللي تحقوا بخلاف أنه الصحفيين اللي فهمين الموضوع هذي بشكل كبير وعنها حلول اليوم موجودة حلول ربما توتعرض في يعني الندوة الصحفية تعطينا شانا فانجو خلنا فهمها ك وينمتاج هالأمور يعني إذا القضاء بهذه الطريقة والقضاء اليوم أصبح محل نقاش نحن ديما نقوله القضاء راهو شوف أي كانت الأشكاليات فيه راهو عصب أساسي لأي دولة في العالم ولازم الواحد يحافظ عليه ولازم يحترمه لأخر لحظة ولكن وقت ترى أنه القضاء قاعد يعمل يعني أجهزة مهربة بس من الأمن القومي قاعد يرجع فيها للشخص وكي ترى ان القضاء هذي لأكبر القضاء وعطيت القضاء من حيث اليرارشي إنهم هما محل شبهات فساد فالحالة هذي نحن ربما نمشي ونتجهه نحو القضاء العسكري ونترحوا قضية اللي زيميتر هذي باعتبارها معني دخلوها الجانب أخر جانب فهمت جانب الأمن جانب الأمن لبلاد نمشي بهذا الاتجاه متنجهين نحن القضاء العسكري إذن؟ علش لا الإمكانية توا اليوم موجودة وقت لنشوفه قدامنا الأجهزة اللي نحن مصادرينها واللي مازالتي إلى حد الآن عند الهايكا هي أجهزة اختيرة ياسرة تمس من الأمن القومي يمس من الجوانب العسكرية والأمنية كيفاش دخل تلتونس؟ كيفاش دخل تلتونس موجودة أنا كنت نعمل في رشاش أنا فهم حد صحح وباش يخرجوا من ديوين؟ لا لا تماش أنا من صورش تماش حتى فهم حتى دوكيما يدخلوا تهريب يعني هو مهرب هو الشخص هذي سعيد الجزيلي اليوم لازم أنه يتفضح في كامل البلاد التونسية وأنه هذه المتاجرة بالدين وعلى أساس شيخ هذا ما هو الشيخ وعلمك السارل في كندا؟ نعرفه تماما مشكلة في كندا وفي فرنسا وكيفاش تشد داخل فهمتي لأمريكا وهو داخل تهريب هذي كل الملفات من تقارير صحفية موجودة عنها كاملة فهي يكفي أنه يولي الانتقال الديمقراطي يمشي على إقاع وعلى الريتم متاع سعيد الجزيلي أصبح تفضيحها في تونس تفضيحها حقيقية بخلاف الشكاوى اللي موجودة في سعيد الجزيلي اللي هي موجودة في الهايكا شكاوى في تبرعات وما تمشي مثلا ثم جمعية دينية يعني توجهة ديني خذت على أساس تبرعات عن طريق الإذاعة ومعدي لا رفض أن يسلمها أي شيء ونحن قلنا لها اللي رأوا الموضوع ذلك موضوع محررين عليها ومكتوب ومسجل وكل شيء يعني أنه أحنا بش نبقاوا بهذا الشكل وساكتين ستكونوا يقعدين يعني يدمروا في المؤسسات متع الدولة وقاعدين تحل محلها أحزاب هي في حد ذاتها تلقى أمين عام تحزب يطالبوا فيه من الخروج من من مجلس النواب والناس ومن وقف الدنيا كاملة والآخر من غاديك عشرين مليار توقطية أخرى موجودة والآخر دخل على المطار ويشد في العباد بالسيف ويحب يعدي هذا وما يعديش هذا ويفك في التليفونات ويفك في الحجج يعني إلما تابش تبقى البلاد بهذه الطريقة في الحالة هذه نحن نقوله أن الفتش دائما احترام المؤسسات احترام القضاء اللي نحن نحترمه ولكن في ذات الوقت ما نقفوش عند هذه الترهيات ولازم نفتش على حلول أخرى واضح برشة مواضيع معك أخرى منها اللي صار في شمس أف ام في الهيكا أيضا الأعمال الرمضانية وكيفية متابعة الهيكا لها هذه الكل بعد شوية على طويلة نقاش نسو 48 دقيقة وقاية أخبار وأحوال الطرقات مع ألفاء ورجعين مثنين الجمعة مثبعة لتصمت أصباح على إيفان أحلى غاديو إيفان أحلى غاديو 58 دقيقة مواصلين حوارنا في حوار ونص مع هشام سنوسي عضو الهيئة المستقلة للإتصال السمعي والباساري الهيكا أهلا وسهلا بك مرحبا بك من جديد هشام سنوسي مرحبا وضعية شمس أفم وضعية التاب أيضا تعرف التعينات اللي صار عليها برشة جدل على رأس التاب ولا على رأس إذاعة شمس أفم تراجع عن أو يعني هي شخصيا مثلا حنان الفتوحي تراجعت على المنصب هذائي كيف كيف كمال بن يونس لكن بعد شنو وبعد اعتصامات وبعد قوات أمن دخلت وما إلى ذلك كنتم شخصيا طلبتوا التراجع عن هذه التعينات توين ماشي لأمور هي شمس نوسي والله ساعة قبل كل شي شوف مرات تشوف بعض التصرفات كما في شمسه في التاب شمس والتاب تشوف بعض التصرفات الحقيقة أنا ما نتصورش أنه الناس هذوم بوسطاء للدرجة أنه يخذوا القرارات هذيك أنا نتصور نوسي المشيشي والفريق اللي معاه ثم جزء من الفريق يعني يخدم معه سي الشاهد نتصور عندهم من القدرة على إدارة الأشياء أفضل من هذا بكثير ولكن كيفاش نفسروا هل العفسين فصحنا عشاك فوا وأخطاء كما مبارح أنا نفسرها هو بالضغوطات متاع الحزام السياسي في داخل الحكوم لأنهم قاعدين يفرضوا عليهم وهما ما عندهم حتى حل سواء أنهم ينفذوا الأوامر متاع الأحزاب وبالتالي يتيحوا في الأخطاء الفاتحة هذي واضح توكيف شمس وصلنا للأخير جاءوا للهايكاء بالرغم أنه تم استبعادها منذ البداية يقول الشخص اللي حبيش يقول لهم أشاك فوا لزمني الهايكاء معايا بش نكون على اتفاق معها بش بعدين ما تصير ليش مشاكل لا الهايكاء استبعادها 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 بعدين جيتم بعدين يقول لك ما ثم حتى حل أنه لازم تجي الهايكاء لأنه ثم ترخيص لازم أتخذ من عند الهايكاء الهايكاء سهلت في كل شيء وعطت حتى موافقات مبدائية بالرغم بش يتم يعني التفريد في شمس باعتبار أنه مطلب حتى متع الصحفيين ومتع النقابة متع الناس كل أنه التفريد في شمس بعدين تودانكو يجي التعيين هذيا الفوقي على رأس شمس ويصير الشومبارد مو كامل في وسط شمس بالطريقة هذه عليه بالضبط عليه يتم التأخير بينما أنه الشخص أبدأ وجاء للهايكاء وجيت معاها الكرامة هولدينك والناس كل موجودين في اجتماع موسع وأبدأ أنه بشي أخذه مستثمر جديد مستثمر جديد والناس موافقين عليه وداخل في الاتفاق يعني في نقاش مع النقابات مع العاملين في شمس مع الهيكاء تمشي سليم تودانكو يدخل حاجة ويحطه مثلا الشأن السياسي يدخل هو اللي قاعد اللي يعني نفس الشي بالنسبة للتاب طب نتصورش نسمعنا بمشاكل فيها موجود عليها للأخت من هنا انتباع اللي الناس كل يشهدوا بكفاءتها وانا انتباع به عليها هي معروفة يعني وزادة إنسانة نازيها ومعروفة أن هي زادة تعمل التكوين وما إلى ذلك كل شي يتودانكو يصير كيف كيف الشي هذا وصيرها كدخول لامتاع الأمل شمعناها علش الهيكاء دخلت وعطات موقف يمكن يقول الواحد من حقها في أقصى الحالات وبالتالي ما تدخلش في صلاحياتها لأن الهيكاء حست أنه ثم سياسات عمومية موجهة للأعلام العمومي ولازم ننظر فيه بشكل كلي اليوم لإذاعة تونسية إلى حد الآن ما عندهاش بيديجي لأنهم يعلمون تماما إذا بشي جيبوا بيديجي منتمي وبشي نفذ الأجندة الحزبية وتحديدا نزيد نقولها التحديد قلب تونس لأن كل بري اللي يدير الملف الإعلامي هو قلب تونس في داخل الحكومة راهوا هاي كان مش بشتوافق وبالتالي خلي الوضع كيف هي وخلي إذاعة كاملة ثمانية أو عشرة إذاعات كاملة من غير بيديجي وخلي الأمور بهذه الطريقة كيفاش تقرأ تعيين مفدي مسدي بعد هذي كل والله أنا نتصور أنهم وصلوا للأزمة في التواصلة سواء كان مع المؤسسات أو غيره يعني وقت لمشوا المفدي مسدي مش قلب تونس برشا معني نعرف الباسيف اللي ما لا يبدو أنه هذي قرار متى سي المشيشي في سبيل أنه لحلحت الأمور وهو حتى بعدين التنازلات اللي صارت فيما يتعلق بسي كمال بن يونس والأخت حنام تمت وقت سي مفدي سي هشام فما زاد تحليل ولا قراءات يقولوا اللي المشيشي بدأ يحس اللي فما الحزام متاعو قاعد يكررلو في الأخطاء بش يزيد يضغط عليه معناها يلزلو مثلا كي يقترح كي مكامل بن يونس ما نيش نحكي على الكفاءة الشخص نحكي على الخلفية متاع الشخص وما يمثله الشخص خاصة فيما يتعلق بتاريخ غير بعيد والإنقلابات اللي صارت على معناها في عهد سابق دونك جو برنس يرد بالو خاصة في علاقته بالعليم إن شاء الله إن شاء الله فامتي يكون التحليل المتاعك صحيح لأنه إذا بش يمشي كيف هكا سي المشيشي وبالطريقة هذية وأنه يولي عبارة على تنفيذ لأوامر هذا الحزام السياسي أمتاعه اللي تحوم حوله العديد من الشبهات وفيما يتعلق بي أنا متأكد تماما أنه هذوم الإعلام حجر زاوية أساسي في ممارستهم للسياسة وفي ممارستهم للانتخابات ورجعت توا التبرعات اللي هي ممنوعة في القنوات التلفزية رجعت نشوفوا فيها في نسمة كيفاش رجعت وبالطرق هذيك واللي هو تجهيز لموعيد ربما تكون انتخابية استباقية فامتي زادة كيف كيف هذا الكل إذا بش يتبع سي المشيشي هذا قاعد ينهي في كارييره السياسي نهائيا نهائيا قدامه زوز فرص يأما يعبر انه ابن الدولة ابن الإدارة كما عرف عليه في السابق وياخذ القرارات امتاعه واذا ما اتفقش هو ويهم ما هيش مشكلة في نهاية المطاف انك كنت في حجم المسئولية وفي حجم التحديات المتروحة على تونس اليوم وإلا انك تكون مجرد منفذ لهذه السياسات اللي تتعارض تماما مع يعني الصالح العام وحتى تسمحني يعني الصالح الحزبي محل الصالح العام وحتى تلمؤسسات الحزبية محل مؤسسات الدولة نستغل حضورك هشام سنوسي باش نحكيه شوية على الأعمال الرمضانية ولمحال جدل خاصة كما مؤخرا منظمة الصحة العالمية اللي طالب في مراسلة رسمية وزارة الخارجية التونسية بيقاف بث الكاميرا الخافية أنجيلينة التسعتاش اللي تبثها قناة النسمة وتقول لأنه ثم الزفاغ والمجهودات اللي قاعدة تقوم بها منظمة الصحة العالمية ولا حتى الدولة التونسية رهي بمثل هكذا أعمال قاعدة تحفل مال لأنه قاعد يرهب في الناس من الإقبال على عملية التلقيح شو رأيكم توم كهيكا في المسألة هذه لا يشوف هذه قاعدة تم في تلفزة غير قانونية وقاعدة تبث خارج القوانين وتلفزة هذه كيف ما قلنا حزام سياسي قاعدة تحكم وكتلة برلمانية مهم اشتلقى بخلاف متاع الواماس متاع الواماس مبارح تلقى البيان متاع عماية الأطباء نفس الشي وتشوف أنه يجيبوا في أطباء يلعبوا في أدوار وفي الوضعية الكاريثية اللي الناس يقولوا أننا وصلنا للوضعية الكاريثية في تونس وتشوف عدم المسئولية من هنا متاع التلفزة تمت مراسلتها من قبل الهايكا أحالت لها الشكاوى وخط الكمبارح خرج بيانة متاع عماية الأطباء يندد باستثمار الأطباء في عمليات تنجم تعيق عمليات أو الوعي بخطورة الوضع عماية الأطباء هذه وطبيب إعلامي يعني يعني يخرج دكتور ذكر الهيذب الهيذب مزوز قاعدين يخرج وفيما يخص قضية الفوند مثلا نقابة الأمن حارس الوطني حارس الوطني عفوا وحتى البرح كان نطق الرسمي يقول كيف خاطر فهم لقطة لجوم حتى هما الشكوى متاعهم فلو شوية مش عالمحتوى مش على الشكل أكثر هذب يعني ثم حاجات الواحد يخذهم بعين الاعتبار وينظر فيهم وقت جينا مثلا في مسلسل جاسوس أربع آلاف شكوى الهيكاية يجب أن تتحرك ومسألة الدراما أربع آلاف شكوى مكثرهم على مسألة الجاسوس فقط على الإحاءات وعلى اللغة الموجودة وعائلات قاعدة الواحد أثارت في امتي عظم مثلا إلى حل يعودوا المونتاج متاعهم ويعملوا اعتذار لتبعثهم من الهيكا بعثنا الاعتذار بعثتوا الهيكا تقول رهي تشترط الهيكا ويخرج نص هذا الاعتذار في أسفل الشاشة ويلتزم بذلك لتجاوزه مثلا يصير أخطاء مثلا الحرس وقت نحكيه على إنتاج ويصير فيها أخطاء يمكن تجاوزها وقت نحكيه على قنوات تخدم خارج النظم خارج كرس الشروط خارج الاتفاقية خارج التحديدات فهمتين كلها وقت هنواليو نحكيه هاو لش عملت الأحزاب في الإعلام هاك كيفاش تمارس في داخل الإعلام شكرا لك يلا في سيبنا شوية سيبوا العبيد رمضان مخدمني عام ونص سيبنا البير لو نعطيكم الأرقام الأرقام زادت بشكل كبير برشا في مسألة البيو برابور العام ناول سي تتجيغ زادت الأرقام زادت الشيفر دفير الشيفر دفير بغض شكرا لك جمز نوز يعوض المستقل الاتصال السمعي والبصري شكرا لك حتم بالحاج يعطيكم الصحة أنتم على حسن المتابعة مرشي بكو علي عرعود وسامة صعفي في الأعداد أمين سعيدي في الإخراج إيهاب وإيمان في الإخراج الرقمي في الويب دليلة فرشيشي شكرا أيضا لأولفا الكشاو اللي كانت حاضرة معنا في المتفرج فارس ولي دايغ نحط لها نحللها الكلمة بيش يعطينا أحوال التقص في المتيو غدوة نتلقى وإن شاء الله في نفس التوقيت على إيافة محلغة ديو في المتينال انطلاقا من السابعة صباحا نهاركم زين الناس لكم